انتقل صبيحة اليوم الاثنين إلى رحمة الله المجاهد وعضو مجموعة الثانية الاثنين والعشرين التاريخية عبدالقادر العمودي عن عمر يناهز خمسين وتسعين سنة ويعد الفقيد من بين آخر أعضاء مجموعة الاثنين والعشرين التاريخية ووليد الفقيد سنة الف وتسعمائة وخمسين وعشرين بالوادي انخلط في صفوف حزب الشعب سنة الف وتسعمائة وثلاثة واربعين ليشكل خلية سرية للحزب بمسقط رأسه ثم انضم إلى المنظمة الخاصة منذ نشأتها وكان من ضمن المناظرين الذين تم إلقاء القبض عليهم في الفاتح نوفمبر الف وتسعمائة واربعة وخمسين وواصل الفقيد نشاطه الثوري ضمن خلايا جبهة التحرير الوطني إلى غاية الاستقلال العام اثنين وستين تسعمائة والف سيشيع الفقيد إلى مثوه الأخير غدا ثلاثة بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة